مرحبا بكم أصدقائي في قناتنا طريق المعرفة يعد عضو البنكرياس من الأعضاء البطنية المهمة الموجودة في جسم الإنسان والمسؤولة عن العديد من الوظائف الحيوية الضرورية فما هو موقعه من جسم الإنسان وما هي وظيفته وعند اضطرابه يؤدي إلى أمراض فما هي الأعراض وطرق العلاج هذا ما سوف نتطرق له في هذا الفيديو فمرحبا بكم للبنكرياس دور مزدوج فهو عضو في الجهاز الهضم وجهاز الغدد الصمى ينتج البنكرياس الخارجي إنزيمات تساعد على هضم الطعام وخاصة البروتين يقوم البنكرياس بالغدد الصمى بإنتاج هرمون الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم تشمل اضطرابات البنكرياس التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن وسرطان البنكرياس والسكر موقعه يقع البنكرياس في عمق البطن وجزء منه يقع بين كل من المعدة والعمود الفقري كما يقع جزء آخر منه في منحنة لاثنى عشر الذي يعد الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة لذا يعد البنكرياس من أعضاء البطن التي تقع خلف المعدة كما أنه محاط ببعض الأعضاء الأخرى مثل الطحال والكبد بالإضافة إلى الأمعاء الدقيقة ونادرا ما تكون أورام البنكرياس واضحة وذلك بسبب الموقع العميق للبنكرياس في البطن وظيفة البنكرياس في جسم الإنسان البنكرياس خارجي الإفراز يساعد البنكرياس على هضم الطعام وخاصة البروتين تحتوي عصائر البنكرياس على إنزيمات لا يتم تنشيطها إلا عند وصولها إلى الاثني عشر وتعد عصارة البنكرياس أقوى العصارات الهضمية مفعولا لأنه يحتوي على عدة إنزيمات تقوم بهضم أنواع المواد العضوية الثلاث كربوهيدرات وبروتينات ودهون بحيث لو منع إفراز البنكرياس من الوصول إلى الأمعاء الدقيقة لا اختلت عملية الهضم والامتصاص فتزيد كمية المواد غير المهضومة في البرازي فيما يعرف بالإسهال الدهني الإنزيمات الأخرى التي ينتجها البنكرياس أميلاس لتحطيم الكربوهيدرات ليباس لتحطيم الدهون يقوم البنكرياس خارجي الإفراز أيضا بإنتاج بكربونات السوديوم مما يساعد على تحييد أحمض المعدة في الطعام وظيفة البنكرياس في الغدد الصمى يقوم البنكرياس بإنتاج هرمون الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم يتم تصنيع الأنسولين بواسطة كتلة صغيرة من خلايا البنكرياس تسمى جزر لانجرهانس يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إطلاق الأنسولين من جزر لانجرهانس حتى تتمكن السكريات من المرور إلى الخلايا يقوم البنكرياس الصماء أيضا بإنتاج الجلوكاجوني وهو هرمون آخر يشارك في تنظيم نسبة السكر في الدم اضطرابات البنكرياس تؤدي إلى بعض الاضطرابات التي تؤثر على البنكرياس تشمل التهاب البنكرياس الحاد التهاب البنكرياس المزمن سرطان البنكرياس السكري أمراض البنكرياس وأعراضها التهاب البنكرياس المزمن التهاب البنكرياس المزمن يعني نوبات متكررة من الالتهاب حتى عند التخلص من المحفزات المعروفة مثل الكحول المدمنون على الكحول معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بهذه الحالة يؤدي الالتهاب المستمر في النهاية إلى إطلاف أو تدمير أجزاء من البنكرياس مما يقلل من وظيفته تشمل الأعراض اضطرابات في الجهاز الهضمي وإخراج براز دهن كريه الرائحة سرطان البنكرياس يبدأ سرطان البنكرياس في خلايا القناة وينتشر في جسم البنكرياس قد يتم غزل أوعية الدموية والأعصاب القريبة بدون علاج ينتشر هذا النوع من السرطان إلى كل عضو في البطن وإلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الجهاز اللمفوي الأسباب غير معروفة ولكن عوامل الخطر قد تشمل تدخين السجائر التهاب البنكرياس المزمن تقدم السن أكثر من 65 السكري في بعض الحالات لا تستطيع جزر لانجرهانس إنتاج ما يكفي من الأنسولين لذلك تظل مستويات السكري في الدم مرتفعة وفي حالات أخرى يتم إنتاج الأنسولين ولكن الجسم لا يستطيع الاستفادة منه لأسباب غير معروفة تشمل مضاعفة ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يلي تلف الكلا تلف العين تلف الأعصاب زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أعراض مشاكل البنكرياس تعتمد أعراض البنكرياس المريض على السبب الكامن وراءه ولكنها قد تشمل ألم في الجزء العلوي من البطن فقدان الشهية أصفرار الجلد والعينين ألم في الظهر الانتفاخ غثيان القائد اضطرابات الجهاز الهضمي إخراج البراز الدهني وكريه الرائحة علاج مشاكل البنكرياس بمختلف حالاته يعتمد العلاج على السبب التهاب البنكرياس الحاد تخول المستشفى في العناية المركزة والصيام عن الطعام والشراب وتناول السوائل عن طريق الوريد وإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات المرارة أو الأجزاء التالفة من البنكرياس وتغيير نمط الحياة مثل التخلص من الكحول التهاب البنكرياس المزمن قد يشمل العلاج طويل الأمد تقليل الدهون الغذائية واستكمال عملية الهضم بأقراص إنزيم البنكرياس والتخلص من الكحول وتناول حقن الأنسلين بانتظام لتقليل وظيفة الغدد الصمى علاج سرطان البنكرياس عملية جراحية لإزالة السرطان والأنسجة المرتبطة به والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي علاج مرض السكري في بعض الحالات يمكن إدارة مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي يتم التحكم فيه بعناية وفي حالات أخرى قد يحتاج الشخص أيضا إلى تناول أدوية منتظمة أو حقن الأنسلين عضو بطول 15 سم فقط له هذا الدور المهم في جسم الإنسان فسبحان الخالق الذي أحسن كل شيء صنعا إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا فلا تنسى الإعجاب والمشاركة واشترك في قناتنا للحصول على المزيد من المحتوى المفيد وهذه بعض الأطعمة المفيدة لصحة البنكرياس تمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر